أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ وأطلقت نموذج المدارس الوطنية للعلوم والتقنية بنظام انتي اس اس التكنولوجيا التدبيقية وذلك بتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توحيد الجهود والبدء في تطوير التعليم الفني والتقني وتنمية قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة بقطاع الصناعة وتم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات بمدينة بدر وتحويلها إلى مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعية ذلك بالإضافة إلى تطوير مدرسة ضنيات الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية وأيضا القيام بتحويلها إلى مدرسة إبداء الوطنية للعلوم التقنية بضنيات المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن